احترم جدا اللي يفكر هل كن دخل في ايجاد الامر او لا ده تفكير محمود ومحترم ونعيش عليه وبيه هل كن للشيء انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون خد بالك من كلامه هل كن دخل في ايجاد الشيء من عدمه الكلام ده كنا اتكلمنا فيه زمان يمكن في طريق الهداية وحسمنا الامر بان كن ليست داخلة في ايجاد الشيء بل الشيء موجود قبل كن بدليل قول الحق تبارك وتعالى ان يقول له كن فيكون فله توضح لك ان الشيء ايه موجود فالشيء موجود خلاص ما تشغلش بالك يعني الموضوع طويل ومحتاج الى تروي في العرض وفي التلقي علشان نصل لأمر باذن الله تبارك وتعالى يرضي المسلم المؤمن الذي يعترف بهذا الاله الها له طبعا انا علشان عارف ان الموضوع صعم وان الموضوع محتاج لبزل جهد كبير مننا علشان انتم تفهمونا وعلشان تعرفوا حقيقة هذا الامر في مسألة القضاء والقدر والدعاء اخترت بعض الايات في هذه الحلقة ونستكمل ان شاء الله في الحلقة القادمة بحيث ان احنا نضع ايديكم على الحقائق وارجو ان ننتبه لو معاكم المصحف طبعا يبقى كويس جدا ان احنا نفتح سورة القصص وعند الاية 68 نقدر نبدأ وهنعرض لحضرتك كلمة في منتقى الاهمية في القرآن الكريم وهي كلمة عشان اكون واضح يعني هي كلمة من الكلمات الفريدة في كتاب الله تبارك وتعالى ولم تأتي الا في سورة القصص وصورة الاحزاب وارجو ان ننتبه الاية 68 بتقول ايه وارجو ان ننتبه حتى الى كل لفظ انا بقوله في الاية وربك يخلق ما يشاء ويختار وربك الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة الكلمة اللي بقول لحضرتك عليها كلمة الخيرة كلمة الخيرة كلمة قرآنية فريدة لا اعتقد ان سيكون لها في المعجم العربي اي توصيف توقيعي لما في القرآن ليه هاخد منك دقيقة واحدة بس في الموضوع دوت وده الموضوع ده بيحزنني كثيرا جدا المعجم العربي ورحمة الله على استاذنا الشيخ محمد عبدالله دراز هو الوحيد او من القلائل اللي حطوا اديهم على القضية اللي انا بقولها لك الناس متهيئة لها ان انا هفتح مثلا اللسان العرب هشوف معنى الكلمة ايه كلام ده العربية ما تعرفهاش اللسان العربي ما يعرفوش اللسان العربي الكلمة فيه تعشق مكانها وفي القرآن هذا او ولذلك لما تيجي الخيارة بعضهم كتب في الخيارة ايه انها مصدر من يختار هذا كلام غير حقا تصبوط الخيارة كلمة تؤكد لك انك في هذا المدار يستحيل عليك ان تختار وربك يخلق ما يكأ ويختار ما كان لهم الخيارة يعني مجرد انك تفكر انك في مسألة كذا وكذا 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 يستحيل ان يكون لك الاختيار يستحيل فهي مش مصدر بمعنى يختار لا هي كلمة اراد الله تبارك وتعالى بها ان يفهمك ان كثيرا من الامور لاختيار لك فيها على الاطلاق شوف الاية تصدرت ايه وربك الله تبارك وتعالى حينما يذكر اين انا من هذا الاله الحق اذا كنت انا عايزي بقلي ارادة في بعض الامور فلا بأس انت ارادة شوف مثلا هو هو من شاء فليؤمن ومن شاء فليقفر دي مسألة انت لك الخيار فيها انت لك جزء من الاختيار في المسألة ككل جاءت في العبادة جاءت في الايمان جاءت في الصلاح والطلاح جاءت في امور سمح الله تبارك وتعالى لي ان يكون لي الخيارة لكن مثل هذا الامر الخلق واستفاء الرسل والانبياء دي مسألة لا دخل لأحد فيها ولذلك الاية تقول وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة وعشان تفهم ان المسألة محتاجة الى تدبر بعد ما قال ما كان لهم الخيارة قال سبحان الله وتعالى عما يشركون سبحان الله تنزيه لله تبارك وتعالى حتى عن مدر تفكير في هذه القضية وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة كلمة سبحان تنزيه لله تبارك وتعالى عن اي مدار في تفكيري ان انا ادخل ايه عايزي بقلي اختيار في القضية دي قضية الخلق قضية استفاء الانبياء قضية استفاء الرسل قضية الرسالات رسالة ايه مع رسول مين على امة ايه كل المسائل دي بر القضية دي بر قضية اختياري انا او انت او اي من وارجو نحن ما نتفهمش كلامنا غلط من ادعى الاسلام بقول من ادعى الاسلام انا النهاردة بادعي ان انا مسلم هذا الادعاء يحتاج الى برهان يحتاج الى براهين حتى اثبت انني قد اسلمت حقا لله تبارك وتعالى ده نف اول قضية وهي مسألة القضاء والقدر كثير من الناس بتكفر في هذه المسألة من غير ما يحس يعني يتقال لك كده في رسالة اما احنا بنعبد ربنا ليه بقى لما هو لما هو واخد بالك يعني ده الكلام على رب العالمين هذا الانسان الذي يتكلم عن اله بالطلق كيف اسلم لله تبارك وتعالى وكيف يعبده وكيف يدين له بهذه الديانة او هذا الدين والقضايا شائكة وارجو ان ننتبه ورحمة بنا قال سبحان الله وتعالى عما يشركه يعني يعني القضية دي اللي فيها الخلق او اللي فيها الخلق ثم الاستفاء بالنسبة للانبياء لانها الآيات على فكرة يعني الآية ما تكتزأش من الصورة الصورة بتتكلم بعد كده على الانبياء والمرسلين واستفائهم وكذا فالخيرة هنا ليست لنا ما كان لهم الخيرة لا في قضية الخلق يعني هل انا لي دخل او لي رأي او لي ارادة او لي مشيئة في مسألة الخلق بالقطع لا في مسألة اصطفاء الانبياء والمرسلين بالقطع لا في مسألة الرسالات والانبياء والديانات بالقطع لا ولذلك قال ايه سبحان الله وتعالى عما يشركون اذا الغالبية العظمى للأسف الشديد تصل الى حد الشرك حالة او حين تفكر في هذا الامر اشتركوا في القناة